وصلت المرأة المصرية لمرحلة غير مسبوقة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج وإتي ذلك في ظل خطوة جادة دعمتها القيادة السياسية التي أمنت بالمرأة المصرية ودورها المحوري على الصعيد السياسي إن احترام المرأة المصرية وتقدير دورها قديم قدم الحضارة المصرية حيث وصل هذا التقدير في عهد التاريخ القديم إلى درجة التقديس فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة في صورة امرأة وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت لساء العالم في تعظيم مكاناتها في المجتمع عصر ذهبي غير مسبوقة تعيشه المرأة المصرية شهد انطلاق خطوات تمكينها في كل مجالات الحياة بعد نضال طويل وبعد أن أثبتت أنها شريك أساسي وطرف رئيس في معادلة تقدم الوطن خطوات عملاقة دعمتها القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة المصرية ودورها المحوري على الصعيد السياسي وها هي الأرقام تكشف عن قفزات ضخمة في مجال تمكينها حتى وصل عدد نائبات مجلس الشيوخ أربعين نائبة وفي مجلس النواب مائة واثنين وستين نائبة فضلا عن ست وزيرات وست وستين قاضية وستمائة وسبع وسبعين مستشارة وسبع وسلاسين نائبة لرئيس هيئة قضايا الدولة وهي أرقام تمثل علامات فارقة في تاريخ مصر الحديث وعلى الصعيد الاجتماعي وصلت المرأة لمرحلة غير مسبوقة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج إلى جانب صرف التأمينات الاجتماعية والمعاشات وعن تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع فقد كانت التكلفات الرئاسية سببا للعديد من التشريعات المساندة للمرأة فأصدر مجلس النواب قانونا مستقلا لمنع الزواج المبكر وتم منع التمييز القائم على الجنس إلى جانب تعديل قانون المواريث الذي صار يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد مراس المرأة وتغليز عقوبة المتحرش وتفعيل مبادرات منهضة العنف ضدها ولم تغفل القيادة السياسية دورها في الحفاظ على صحة المرأة فأطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم صحتها كان أبرزها 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان السادية وغيرها لتصبح مكتسبات المرأة في السنوات الأخيرة من أهم الإشارات الملهمة ودليل بداية قليمة للجمهورية الجديدة اشتركوا في القناة